لرئيس الوزراء فعلاً الفرصة الكبيرة جداً أنه ممكن يغير الوضع بالبلد لكن لو كانت إدارتها بتوصل إلى درجة الحكمة كيفية جمع اللاعبين الكبار من خارج العراق في مساعدة في ضبط الداخل لأنه هذا أنا برأيي وبفكر إدارة الأزمة ستكون واحدة من المحاور والستراتيجيات التي تغير بها نهجة عن سابقه في عمليات ضبط الإيقاع بداخل يعني هذه مسألة جداً مهمة اللي ممكن تنقل أنا قبل قليل ذكرت يعني كل الشركات بأوروبا تنتظر أنه يكون وضع مناسب أنه ممكن تدخل للعراق ولا زالت نفس الشروط يعني سيمينس بالزيارة الأخيرة مع الرئيس للرئيس الإراقي فرضت نفس الشروط اللي كانت ذاكرتها للرؤساء السابقين بمعنى أنه لا يوجد شيء يتغير لكن لا زال الوضع بالبلد هو اللي يحتاج أنه يتغير حتى ممكن هذه الشركات تدخل كلعب اقتصادي كبير ما يخفى عن الكل أنه أوروبا بيسعيها إلى أنه بهذه العلاقات السياسية هو الوضع الاقتصادي العراق يمتلك إمكانية عالية جداً أنه ممكن تكون سوق كبيرة جداً اقتصادية لدول أوروبا وغير أوروبا أنه ممكن تدخل بشكل كبير جداً لهذا هذا السعي والإلحاح بهذا السعي لكن للأسف لا زال الوضع لا يطمئن أنه ممكن تدخل به ناهيك عن أنه تركت مساحة كبيرة من الوضع الاقتصادي استباحت الشركات الصينية وهذا خطأ من الإدارات السابقة أنه سمحت لهذا النوع من الاستباح الاقتصادية لوضع العراق أنه دخل العب الصيني بشكل ما منضبط وغير حتى مدار بشكل سليم من الإرادة العراقية يعني ناخد مثال ليش دول العالم خصوصاً أمريكا لم تعترض على أنه ممكن السعودية منذهبت بمؤتمرات وأنه تسعى مع الصين لأنه السعودية ذكية جداً في أنه دخل الصين بشروطها ولكن العراق فشل أنه ممكن يضع هذا النوع من استراتيجية التعامل فلهذا أنا ذكرت بدءاً رئيس الوزراء يحتاج أنه يحصل نفسه بفريق تنفيذي وهذه هي وحدة من العوامل التي ستنجح إدارها تسعى مع تنا�ng كل ما تتوصل على البياني كرة تسعى مع ان يخلص تحضير كرة تحضير لا تتطع